بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أبناء بنات أعزائي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطبتم وطابت أوقاتكم ونفعكم الله بما تعلمون وما تتعلمون وما تعلمون إن شاء الله رب العالمين هذا هو اللقاء السادس مع مقرر علوم الحديث النبوي المقرر على المراكز الثقافية ونبدأ هذا الدرس السادس في علوم الحديث بتقسيم جديد للحديث النبوي الشريف هذا التقسيم باعتبار العمل بالحديث أو عدم العمل بالحديث فالحديث إما معمول به وإما غير معمول به حتى وإن كان صحيحا هناك حديث صحيح ولكن العمل بخلافه لا يقدح أبدا عدم العمل بالحديث في ثبوته وصحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفكاك أجهة وسأبين لكم متى يعمل بالحديث مطلقا ومتى يعمل به بقيود معينة ومتى لا يعمل بالحديث بل ومتى نتوقف عن العمل بالحديث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أولا الحديث هو يعني مثل آيات القرآن الكريم منه آيات محكمات وأخر متشابهات الحديث كذلك يا أبنائي هناك حديث محكم وهناك حديث يشتبه الأمر في العمل به أيعمل به أو لا يعمل به ونسميه مختلف الحديث أو الناسخ والمنسوخ أو غير ذلك هذه تسميات أما الحديث المحكم فهو الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجد ما يعارضه من قرآن أو تشريع أو عقل سليم أو حديث آخر يعارضه أو إفتاء أهل العلم جميعا بخلافه لا معارض له هذا نسميه الحديث المحكم وأعتقد أن تسعين أو أكثر بالمئة من أحاديث السنة النبوية الشريفة هي من قبيل المحكم كحديث بني الإسلام على خمس كحديث المسلم من سلم إنما الأعمال بالنيات يعني أكثر من تسعين في المئة من أحاديث السنة النبوية المشرفة هي من الأحاديث المحكمة التي لا معارض لها ومعمول بها إذا صحت نسبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الأول أما القسم الثاني يا أبنائي ويا بناتي فهو قسم وجد الحديث وصح الحديث ولكن وجدنا له معارض معارض من قرآن من عقل سليم من سنن كونية من بديهيات من حديث آخر يعارضه ويضاده في هذا المعنى في هذه الحالة الحديث الذي نجد له معارض إما أن يمكن الجمع بينه وبين معارضه وإما أن لا يمكن الجمع بينه وبين معارضه طيب رقم ألف الأولى أمكن الجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي يعارضه بنوع من التأويل المقبولي الخاضع لقواعد اللغة العربية والخاضع لقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها في هذه الحالة نسميه إيه؟ نسميه مختلف الحديث نسميه إيه؟ ما معنى أو ما تعريف قولنا مختلف الحديث التعريف هو هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وجد له حديث معارض مثله في الصحة مثله في الصحة يعني ده صحيح الآخر صحيح ده حسن الآخر حسن ده صحيح لغيره الآخر زيه يبقى وجد مثله أو ما يقاربه ولكنه يعارضه باعتبار الظاهر باعتبار إيه؟ الظاهر فإذا وجدنا ما يزيل هذا التعارض ويحدث التوافق بين الحديثين والتكامل فهذا سميناه مختلف إيه؟ مختلف الحديث واضح يا أولادي؟ واضح يا بناتي؟ طيب مختلف الحديث بالمثال يتضح المقال بالمثال إيه؟ يتضح إيه؟ المقال ورد في صحيح البخاري ومسلم هو حديث صحيح طبعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا قيارة فهم الناس من الحديث أن العدوى منفية يعني ما فيش حاجة اسمها عدوى ما فيش حاجة اسمها إيه؟ عدوى وفي هذه الحالة مدام ما فيش عدوى يبقى أنا أخذ باحتياطات ليه؟ يبقى أدخل على أي مريض ما عنديش مشكلة فوجدنا حديثاً صحيحاً في صحيح البخاري أيضاً يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد يا الله يا الله أفر من المجزوم لماذا أفر من المجزوم؟ قال العلماء من أجل خوف العدوى الله؟ طيب كيف من أجل خوف العدوى؟ والنبي في الحديث الآخر نفى العدوى إذن وجدنا هنا تعارض بين الحديثين أحدهما ينفي العدوى والآخر يثبت العدوى هنا أصبح فيه عندنا إيه؟ اختلاف فيه عندنا إشكال فيه عندنا تضاد بين مفهوم الحديثين فيه عندنا تعارض بين الحديثين فنظر العلماء بعين الفهم والشر واللغة العربية فوجدوا في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما الله أكبر لا تعارض بينهما؟ مع أن التعارض ظاهر؟ نعم لا تعارض بينهما كيف هذا؟ أقول لكم كيف هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة كان ذلك ناتج عن تصحيح عقيدة خشي النبي أن تكون هذه العقيدة هي المسيطرة فتشككهم في قدرة الله تعالى إزاي الكلام ده؟ يعني لما ظن الناس أن العدوى تنتقل بذاتها وليس بقدرة الله تنتقل بذاتها وليس بقدرة الله بمعنى أنني لو جلست مع مريض بالإنفلونزة حتما ولا بد ولازم أن تأتي العدوى لأنها تنتقل بذاتها أراد الله أو لم يرد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم إنما العدوى لا تنتقل بذاتها ولكن تنتقل بإرادة الله وبقدرة الله فإذا أراد الله انتقالها انتقلت وإذا لم يرد حمى الله الآخر من العدوى فلا تنتقل إليه والواقع يصدق هذا يا أبنائي الواقع فعلا يصدق هذا نحن خمسة جلسنا مع مريض في الونزة فأصيب ثلاثة ولم يصب اثنان لماذا لم يصب الاثنان مع أننا جميعا جلسنا مع هذا المريض بمرض الإنفلونزة المعدي يقولون لك الاثنين دولة المناعة بتاعتهم قوية طيب قل لهم من الذي قوى المناعة من الذي قواها أليس هو الله إذن فانتقلت بقدر الله تبارك وتعالى ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن بلدا فيها الطاعون فأحجم وامتنع أن يدخلها بجيشه قيل له يا عمر أتفر من قضاء الله قال لا أفر من قضاء الله إلى قضاء الله بمعنى أنا آخذ بالأسباب وأبتعد عن موطن المرض ولكن إذا أراد الله وقضى علي وعلى من معي بالمرض سينتقل المرض وإن لم أدخل في هذه البلد لأننا لا نخرج عن قدرة الله وإرادة الله تبارك وتعالى وقضاؤه نافذ إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرر بهذا الحديث أن العدوى إن كانت بذاتها فمن فيه وإن كانت بقدر الله فمثبته إذن فما واجب المسلم الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبه أن يأخذ بالوسائل الاحتياطية والاحترازية ويأخذ بالأسباب ويبتعد عن المريض مرض معضي بل يفر منه فر وهذا ما أراده رسول الله في قوله فر من المجزوم فرارك من الأسد أرأيتم أبنائي وبناتي بهذا التحليل البسيط الخاضع لقواعد اللغة والشر كيف أزيل التعارض وأصبح الحديثان متوائمان متكاملان متطابقان لا تعارض بينهما هذا النوع نسميه مختلف الحديث طيب هب أننا حاولنا ونظرنا في الحديثين وللأسف الشديد لم نستطع البتة الجمع بينهما والتوفيق وإحداث التواؤم والتكامل بينهما ماذا نفعل؟ هل نتكلف؟ لا لا يجوز التكلف هل نخترع؟ لا يجوز الاختراء هل نلوي عنق الأدلة لنوفق قهرا بين الحديثين؟ هذا لا ومرفوض جدا أم قال علماؤنا ننظر في أيهما سابق الآخر يعني أيهما سابق الآخر إن علمنا أيهما سابق الآخر فالسابق منسوخ فالسابق منسوخ واللاحق ناسخ السابق يعني الحديث الذي ذكر أولا قديما هو المنسوخ وما جاء بعده هو الناسخ له فبماذا نعمل؟ نعمل بالناسخ طيب والمنسوخ صحيح على العين وعلى الرأس ولكنه كان يعمل به في فترة مؤقتة فما أنزالت هذه الفترة وانتهت هذه الفترة انتهى العمل به والذي أنهى العمل به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الحديث الناسخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ واضح يا أولادي؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه يا أبنائي كيف نستطيع أن نعرف أو نتوصل إلى الناسخ والمنسوخ عندنا يعني أربع أحوال نعرف بها الناسخ والمنسوخ الحالة الأولى وهي أيسرها وأجملها وأحلاها وأبسطها أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ بالنسخ النبي يقول أن الحديث السابق تنسخ والناسخ هو كذا كذا فافعلوا الناسخ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة إنها تذكركم به بالآخرة إذن ففي هذا الحديث بيّن النبي أنه كان حديثا قبل ذلك وقد نسخ نهيتكم عن زيارة القبور نسخ خلاص طب نسخ بإيه ألا فزوروها فالنبي بيّن ووضح لنا الناسخ والمنسوخ فلا إشكال ومش حنتعب خلاص حنأخذ بالأخير وأننا نزور القبور حتى نتطاعز ونتذكر الموت ويعني ندعو الله بالرحمة للأموات وحتى نهيئ أنفسنا ونقول لها يا نفسي مهما طال عمرك فهذا مآلك وهذا المنتظر لك أن تكون مع هؤلاء في القبور رقم اتنين في كيف أعرف أو أتوصل إلى الناسخ والمنسوخ رقم اتنين قول الصحابي يعني الصحابي يصرح بأن في هذه المسألة أو في هذا الحديث ناسخ ومنسوخ ناسخ وإيه؟ ومنسوخ هذا كقول سيدنا الإمام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما أنضجت النار ترك الوضوء مما أنضجت النار فهمنا من قول سيدنا جابر بن عبد الله إن كان في حكمين الحكم الأول من رسول الله من أكل لحما يتوضى من أكل لحما يتوضى ثم جاء النسخ بعد ذلك بأن هذا اللحم ما دام أكل بعد أن نضج على النار وأصبح طيبا مستويا بعد أن طبخ طبخا على النار فأصبح أكله لا يحتاج إلى وضوء فبين النسخ وبيّن المنسوخ فحللنا المشكلة ووصلنا لأن الحديث ده في نسخ ونعمل في الحالة هذه بالناسخ ويوقف العمل ويُترَك العمل ويُترَك العمل بالمنسوخ السابق لأنه كان لفترة مؤقتة رقم ثلاثة التاريخ التاريخ يعني أن نبحث في تاريخ الحديثين المتعارضين فما توصلنا فيه أنه سابق كان منسوخا وما توصلنا فيه أنه لاحق يعني جاء بعد ذلك كان ناسخا فنعمل باللاحق ونترك السابق ومثال يدل على هذا سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه ذكر حديثا عن النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم يعني إذا أجريت الحجامة في وقت الصيام فإن عقوبة الحاجم الرجل اللي بيعمل الحجامة اللي بنزل الدم عقوبة الحاجم يفطر والذي تفعل به الحجامة يفطر أيضا كان هذا في عام الفتح لما بحثوا في وقت هذا الحديث كان في عام الفتح بعد عام الفتح روى سيدنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم الله أكبر إذن فدل حديث ابن عباس على أن رسول الله على أن رسول الله احتجم ولم يؤثر في صيام الحاجم أو المحجوم طيب متى كان هذا يا ابن عباس كان في حجة الوداع يعني كان هو الأخير فعلمنا أن حديث شداد بن أوس السابق منسوخ وحديث ابن عباس اللاحق الذي كان في آخر حياة رسول الله في حجة الوداع هو الناسخ والآن نقول لمن يحتجم في الصيام أبشر لا تخف لا تخف ما دام دعتك الضرورة أن تحتجم في الصيام فاحتجم لا إشكال ولا إفطار ولا عقوبة عليك يا حاجم أو يا محجوم الأمر الرابع الذي نعرف به النسخ بين الحديثين قالوا دلالة الإجماع دلالته الأجماع طب ليه قالوا دلالة الإجماع وما قالوش يعرف بالإجماع قال العلماء لأن إجماع الأمة على مسألة أو على شيء في حديث ما بأنه يعمل بهذا ولا يعمل بهذا هذا العمل بمقتضى حديث يدل على النسخ وليس بناسخ يعني إيه يا أولادي يعني الإجماع إجماع الأمة لا ينسخ الحديث طب ليه قالك مهما مهما كثر عدد الإجماع من العلماء فلم يصلوا إلى درجة العصمة فغير المعصوم لا ينسخ المعصوم الذي قاله رسول الله لأن رسول الله معصوم أم يبين لنا إزاي الإجماع قال لك هو مش يبين لك بذاته ولكن يدلك على أن العلماء ما داموا أجمعوا على العمل بغير هذا الحديث فاعلم أن إجماعهم عن علم وعن حديث اطلعوا عليه هم ولم تطلع عليه أنت فهم دلوك على أن هناك ناسخ موجود ولكن أنت لم تطلع عليه لعلك تطلع عليه أو لعلك لا تطلع عليه ولكن إجماعهم دل دلالة واضحة على أن في الحديث إيه في الحديث نسخ نضرب مثالا يتضح به المقال أبنائي يوجد عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثانية فاجلدوه فإن عاد في الثالسة فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه الله أكبر يعني أولى يتجلد حد الخمر ثانية يتجلد حد الخمر عملها مرة ثالثة يتجلد حد الخمر طب عملها مرة رابعة فاقتلوه إجماعوا العلماء خالفوا هذا الحديث وقالوا حتى لو شرب الخمر في الرابعة والخامسة والسادسة برضو يجلد ولا يقتل فلا قتل البتة في حد شارب الخمر أبدا العلماء أجمعوا على مخالفة هذا الحديث لماذا؟ لماذا؟ قالوا إجماعهم دل على أنهم ما خالفوا الحديث ولكن علموا أنه منسوخ طب منسوخ بإيه؟ منسوخ بأحاديث مجموعة أنه المسلم لا يقتل إلا بسبب زنا محصن أو قتل النفس وما فيش حاجة تانية تتسبب في قتل المسلم وده ثالثة إذا لا تتسبب في القتل ممكن وممكن أنهم اطلعوا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جيئ له برجل شرب الخمر في الرابعة وأخبروا النبي أنه في الرابعة فأمر بجلده ولم يقتله وبهذا كأن النبي بفعله هذا أشاره أو نبهه إلى النسخ وفطن العلماء إلى هذا إذن فدلالة الإجماع يثبت بها النسخ كما قلنا في الثلاثة السابقة أبنائي وأعزائي طيب هب أن ودوارد هب أن حديثا وجد معارض له وللأسف لم نستطع التوفيق بينهما يعني ما ينفع شيء يبقى مختلف حديث وللأسف أيضا لم نستطع أن نثبت المتقدم من المتأخر منهما حتى نقول بالنسخ ماذا نفعل في هذه الحالة وكل الحديثين مقبول أو صحيح ماذا نفعل قال علماؤنا الأجلاء في هذه الحالة يا أبنائي وبناتي نضطر إلى الترجيح إلى إيه الترجيح يعني إيه الترجيح يعني أشوف أحد الحديثين أيهما صحيح والتاني مثلا حسن أخذ بالصحيح وأترك الحسن مع أن الاثنين مقبولين هذا إسناده جاء عن طريق الحفاظ المتقنين والتاني الحفاظ بس مش متقنين يبقى أعمل بالحفاظ المتقنين هذا سنده جاء عن طريق الحفاظ الفقهاء والتاني مش فقهاء يبقى أعمل بالفقهاء هذا حديث إسناده جاء عاليا ومنزه وبعيد عن أي علة تشوبه والثاني جاء نازلا هذا حديث رواه صاحب القصة والتاني رواه غير صاحب القصة أخذ بالذي رواه صاحب القصة وأترك الذي رواه غير صاحب القصة وهكذا ذكر الإمام الحازم يا أبنائي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من وجوه الترجيه ذكر سبعين وجها وعلماءنا الأجلاء أضافوا على السبعين الكثير حتى قارب المئتين من وجوه الترجيح بين العلماء بين الحديثين أذكر لكم مثالا فقط أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عباس أنه نكح السيدة ميمونة وهو محرم نكح السيدة ميمونة من تلحارس وهو في وقت إحرامه وهو في وقت إحرامه حلو خالص بينما روى أبو رافع رضي الله عنه قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ميمونة وهو حلال يعني ما كانش محرم وكنت الواسطة بينهما الله أكبر خلوا بالكم يا جماعة كيف سنرجح ابن عباس روى الحديث عن علمه اللي يعلمه واللي وصله أن نكح السيدة ميمونة وهو كان محرم لكن سيدنا أبو رافع بيقول ده أنا اللي كنت واسطة بينهم أنا صاحب القصة نكح وهو حلال يعني ما كانش محرم كان في وقت الإحلال ما كانش في وقت الإحرام خالص أيهما نرجح يا أبنائي حديث ابن عباس ولا حديث أبو رافع صاحب القصة اللي كان وسط بينهم لا شك أننا نرجح حديث سيدنا أبو رافع فنعمل به ونترك الثاني حديث ابن عباس فرجحناه وعملنا به تمام يا أولادي تمام يا أولادي طيب حصل أن في حديثين الاثنين مقبولين ومتعارضين وللأسف لم نستطع أن نوفق ولا أن نعرف الناسخ من المنسوخ ولا نستطع أبداً أن نرجح يعني ده زي ده طب ده بيرجح بشيء بسيط أبداً ده زي ده في السند زي بعض في الرجال زي بعض في المتن متعارضين في سبب الورود زي بعض كل حاجة زي بعض عندنا حوالي أو قرابة متين وجه من وجوه الترجيح ملئنش ولا وجه منهم ينطبق وينفع نرجح به ماذا نفعل في هذه الحالة أولاً يا أولادي الحالة دي دي مستحيلة ولذلك العلماء حاولوا يشوفوا يشوفوا يعني نموزج أو مثال يصلح لهذه الحالة ملئيوش أبداً في السنة النبوية المطهرة أبداً إلى الآن لم نجد طب في الحالة دي لو افتراضياً وجد أن حديثاً حصلت فيه الحالة دي لعرفنا نجمع ونوفق فيكون مختلف حديث ولا عرفنا نقول ده ناسخ ومنسوق فيكون من النسخ ولا عرفنا نرجح ده على ده فيكون من الترجيح ما عرفناش كل حاجة ماذا نفعل قال علماؤنا الأجلاء هنا نقف ونتوقف عن العمل بالحديثين يجي ابني من أبناء يقول طب وليه طب ما نرفض الحديثين قال علماؤنا الأجلاء وهم أهم معحاية عندهم الدقة في العلم الدقة والاتزان مش التسرع يا أولادي قال علماؤنا أنا وأنت وفلان وأهل العصر عجزنا عن الترجيح أو التوفيق بينهما لعل من يأتي بعدنا يطلعه الله أو يعلم أو يعرف أن يريح أو يعرف أن هناك ناسخ ومنسوق بالتاريخ أو يعرف أن يوفق فلا نغلق الباب على من يأتي بعدنا فنحن نتوقف كأننا نقول عجزنا فتوقفنا فترقنا الأمر إلى من يأتي بعدنا لعله يجد مخرجا ولا شك أن هذا وارد يا أولادي بالله عليكم منذ يعني ثلاثين سنة وكنا حصلنا على الدكتوراه وكنا لا نعلم ولا نعرف عن موسوعات حديثية في الكمبيوتر وكنا نعرف عنها حاجة هذه الموسوعات أطلعتنا الآن بحركة في الموس أطلعتنا على أحاديث لعل يعني أساتذتنا وعلماءنا القدامى ما توصلوا إليها فإذا التوقف هو الأحكم وهو ما ينبغي وهو دقة العلماء الأجلاء العاملين بعلمهم وفقهم الله وأختم يعني المحاضرة الطيبة بذكر بعض المصنفات في هذا العلم أول من صنف في علم المتشابه والمشكل ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ سيدنا الإمام الحافظ الجليل الفقيه الأصولي العلامة الإمام الشافعي ألف كتابا سماه اختلاف الحديث وأودعه في كتاب ضمن كتاب الأم الكتاب الكبير للإمام الشافعي أيضا سيدنا الإمام ابن قتيب الديناواري ألف كتابا قيما في هذا الأمر اسم تأويل مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث أيضا سيدنا الإمام الحازمي رضي الله عنه ألف كتابا سماه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ سيدنا ابن شاهين أيضا ألف كتابا قيما سماه الناسخ والمنسوخ سيدنا الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي الحنفي ألف كتابا ضخما جدا جدا سماه شرح مشكل الآثار شرح مشكل الآثار يعني الحديث الذي فيها إشكال سواء مختلف حديث سواء ناسخ ومنسوخ سواء عايزة ترجيح سواء أي حاجة فيها إشكال كله جمعه في كتاب ضخم وكبير سماه شرح مشكل الحديث بهذا أبنائي وبناتي علمنا أن لعلمائنا الأجلاء حراس الشريعة حراس السنة الذي صان الله بهم سنة رسول الله المصدر الثاني في التشريع الإسلامي ما قصروا بل أدلوا بدلوهم العظيم الكبير في تأليف كتب كثيرة في هذا العلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته